رحبت الحكومة اليمنية ببيان الختامي حول الشأن اليمنية الصادر عن أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليجة العربية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة وثمنت وزارة الخارجية في بيان لها التزام الإشقاء في مجلس التعاون لدول الخليجة العربية بالدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي وتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار باليمن مشيدة بجهود التي تبدلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها مع تمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن ترجمة نانسي قنقر